مطالبات شعبية لمجلس النواب بالإسراع في تمرير قانون سلم الرواتب الموحد بصيغته الجديدة والتي من شأنها تقليل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى يعني آن اختصاصي في الوزارة سين أتوجه إلها، ما أتوجه إلى الوزارة صاد بسبب الامتيازات والمخصصات والتفاصيل آن اختصاصي إلى هذه الوزارة أهمية القانون الجديد وبحسب خبراء تأتي من كونه سينهي العمل بالتشريعات القديمة والتي منحت الصلاحية لمجلس الوزراء باستحداث الوظائف ما أسهم بزيادة الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وارتفاع نسب البطالة المقنعة سلم الرواتب موجود حاليا للموظفين في وزارات ودوائر الدولة هو عبارة عن نظام وهذا النظام يعدل من قبل مجلس الوزراء هذه الصلاحية وهذه الفقرة نقلت من القانون السابق إلى القانون الحالي بنفس الصيغة لذلك حذر الاعتراضات وكذلك الأمور الأخرى التي أعطيت الصلاحية لمجلس الوزراء بحذف الدرجات الزادة عن الملاك بتسريح الموظفين بالوظائف القيادية بالتعيينات وترمي اللجنة المالية النيابية باللوم على رئاسة البرلمان في تأخير سنة هذا القانون طالبنا مرارا وتكرارا حقيقة في داخل الجلسة وبكتب رسمية أيضا هيئة الرئاسة بيان أسباب عدم إدراج هذا القانون المهم هذا القانون حقيقة فيه طفرة كبيرة لتحسين الحالة للموظفين وأيضا سلم رواتب موحد لجميع دوائر الدولة متابعون للشأن السياسي يؤكدون أن الكتلة النيابية التي تقف بالضد من تمرير قانون سلم الرواتب بصيغته الجديدة تخشى حرمانها إلى حد ما من امتيازات ومخصصات كانت تحصل عليها بموجب القانون القديم إنها المؤسسات والهيئات الخاصة التي هي فوق الدرجات وفوق الوزارات قد تكون هي الوزارات جزءا منها لكن هناك الهيئات التي تعمل على الإمساك بالاقتصاد العراقي والحركة المالية الكبيرة للبلاد سواء في داخل العراق أو خارجهم وهي مؤسسات كبيرة ومؤسسات يتقاسمها الأحزاب والكتل السياسية بشكل عام ويؤشر مراقبون تفوتا كبيرا بين رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة والتي يتجاوز بعضها عشرة آلاف دولار شهريا وبين رواتب الدرجات الدنيا من الموظفين التي لا تتعدى حاجز الأربعمائة دولار شهريا بحسب بيانات لوزارة المالية العراقية وتتحدث أنباء أن البرلمان سيشهد خلال الأيام المقبلة حراكة للكتل السياسية لتمرير قانون سلم الرواتب الموحد بينما يرجح مراقبون أن يتم تأجيل القانون إلى دورة البرلمانية المقبلة نظرا لحدة الخلاف حول بعض بنوده ضياء محمد الحرة محافظة الأنبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر